نقول بوضوح. الحكومة هذي تحب بتعمل برنامج مع سندوق النقد الدولي ثم راو صندوق النقد الدولي شو مش تاخذ منه انت مش بارشة راو. خلالش مليار. ومش على عام. ومش على عام. ما انت تاخذ ما عنده ثلاثة مليارات. اذا كانت تذلاث ملي دولار دولار على ام على اربع سنين. سحية. يعني هو قضية صندوق النقد الدولي مش قضية في حجم اللي بيش تاخذوا منه. هي حجم الافاق ليفتح اليك. ولكن انه في حقيقة الامر. الصندوق النقد الدولي ما يتواجد معك الا انك انت تحتيت على السكت. حتيت روحك على السكت. مش هو يحوتك على السكت tremendously. وخاطر الناس اللي تتصور انه املاءات صندوق. هوا سيدة ما يعاننا من املاءات هاي ما فاما على املاءات لحدشي. هوا وقف صندوق النقد الدول. صندوق النقد الدول. انت تقتراح وانت تدفق. ولكن الاشكال الكبيرة اليوم خليني نكمل لك اللي خد. هو الدرس اللي خدناه في اخر وقت. اللي هو صندوق النقد الدولي ما يمشي معك إلى أيما يوقع اتفاق اجتماعي وسياسي في البلاد على الامتدابير اللي بيشتخذ خذيها الدرسة ذاية من البرنامج منتاع 2013 و البرنامج في 2016 إذا كانوا اليوم مفهمش الأطراف الاجتماعية وخصوصاً الاتحاد العام للشغل موافق على الإجراءات وفي إطار حوار اجتماعي غراءه ما يمشيش معك لأنه يعرف أنك ممكن تكتب له أحبر على ورقه وتصحه له أنك بشتعمل كذاك بشتعمل كذاك ولكن في فيخر مطاف ما تقومش بالأشياء ذاك وذاك يفدوا منه معاش يحبوا يتبعوه في ثلاثين الثانية سيدة وفيقا راشحي التعديل في أسعار المحروقات ولا تعديل في أسعار المحروقات يعني لايت التعديل التوماتيكا عملتها عام 2016 قدمت المجلس ويزاري يعني كان مفروض أنها تتبق كما تبقتها مثلاً المغرب في 2012 ونساوي هالموضوع نحن حالياً نتبقوها بعد عام يعني نكثر لي عن عام ما تبقنا هاش بعد ما نحن بدينا في بيترول حتينها 45 تذكر في الميزانية القديمة تول بيترول ولا في التسعين ماشي في المياه ولكن يزم تكون دي بوليتيزي هالمسألة هذي لأن هذي يراه المحروقات من وش قاعد يستفيد فيها الفقير صحيح في متابقها متوسطة ولكن على كل حال أنا أعتقد أنه يمكن هذه نقطة من نقاط اللي ممكن تساهم في أنه تقنع صندوق النقد التولي إذا كان خطوة من الخطوات هذي على كل حال نحن بدينا يعطيك الصحة شكرا لك سيد توفيق راشحي الأستاذ الاقتصاد في جامعات فرنسا الخبير الدولي والوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق راشحي شاعملت هو وليه يعني خريط كمي قوله كونجي سباتيك من عند الجامعة وخبير لدى البرنامج الأمم المتحدة التنمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر